اشتركوا في القناة ثلاثة كيلو ولكن نتوقع أن الغبار يترسب تدريجيا نبتدان من مساء اليوم وتتحسن الرؤية الأفقية صورة الغمار الصناعية توضح عبور لبعض السحب المخفضة والمتوسطة تقع البلاد تحت تأثير امتداد مرتفع جوي مؤثر على البلاد وأيضا شفل جزيرة العربية الليلة أجواءنا معتدلة مع رياح متقلبة للتجاه خفيفة السرعة تتراوح ما بين 8 إلى 28 كلم في الساعة درجات الحرارة متوقعة في الساعة الثانية عشر ما بين 15 إلى 19 درجة مئوية مع بداية ساعات الصباح الأولى أجواء باردة خاصة على المناطق المكشوفة والمناطق البرية ودرجات الحرارة متوقعة السالمية والشقاية 12 درجة مئوية بالنسبة لمناطق الساحلية الأجواء ستكون معتدلة بدرجات الحرارة ما بين 14 إلى 16 درجة مئوية مع رياح خفيفة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كلم في الساعة باتر الظهر أجواء جميلة ومشمسة وغامة جزئيا مع رياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كلم في الساعة خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح درجات الحرارة في الساعة الثالثة عصرة من مساء الغد ما بين 24 إلى 22 درجة مئوية في مساء الغد أجواء معتدلة مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كلم في الساعة درجات الحرارة توقع على مدينة الكويت 12 درجة مئوية أما بالنسبة لمناطق الغربية السالم الشقاية أيضا 12 درجة مئوية الجوال البحرية بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة إن شاء الله خفيفة إلى معتدلة الموج وارتفاع الموج من 1 إلى 3 تقدام المدى الأول في الساعة التاسع و 12 دقيقة مساء وعد أدان الفجر في الساعة الرابعة و 17 دقيقة شروق الشمس في الساعة الخامسة و 37 دقيقة أما بالنسبة لغروب الشمس في الساعة السادسة و 6 دقيقة التقص المتوقع خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله على مدينة الكويت يومين الثلاثة والأربعاء أجواء غائمة جزئيا وجميلة ومشمسة وجيدة لمارسة أي نشاط خارجي وأيضا بحري مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية الخفيفة إلى مساجة سرعة تتراوح سرعتها ما بين العشرة إلى ثلاثين كيلومتر في الساعة الأظم المتوقعة ما بين ستة وعشرين إلى ثماني عشرين درجة ميوية بالنسبة للصغراء ما بين سبعة عشر إلى تسعتاش درجة ميوية يوم الخميس والجمعة أجواء غائمة جزئية مع الرياح الجنوبية الشرقية خفيفة إلى مساجة سرعة قد تصل سرعتها يوم الخميس ثماني عشرين كيلومتر في الساعة طقس حار اقتداء من يوم الخميس وأيضا الجمعة وفرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية يوم الجمعة إن شاء الله العظم المتوقعة ثلاثين درجة ميوية بالنسبة للصغراء تسعتاش درجة ميوية السبت استقرار في الطقس واعتدال أيضا مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية خفيفة إلى مساجة سرعة تتراوح سرعتها ما بين العشرة إلى ثلاثين كيلومتر في الساعة درجة حرارة العظمى سبع وشرين درجة ميوية بالنسبة للصغراء عشرين درجة ميوية عزاء المشاهدين يبدأ الاستقرار في الطقس ابتداء من مساء اليوم يترسب الغبار تدريجيا وأيضا تتحسن رؤية الأفقية والأجواء راح تكون مستغرة حتى يوم الخميس ولكن هناك فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ابتداء من يوم الجمعة نشكركم على حسن المتابعة والآن مع درجات الحرارة حول عواصم العالم